يعد مسجد جواثة أحد أبرز المواقع الأثرية والسياحية في الأحسى حيث يقصده عدد من سكان وزوار المنطقة نظرا لأهميته من الناحية الدينية والتاريخية والأثرية قيمته التاريخية فإن هذا المسجد بني على أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم فله فترة موقلة في القدم أما قيمته الدينية فإن هذا المسجد الذي بناه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دلال عظيمة على أن أهل هذه المنطقة هم أول من استجابوا لنداء الإسلام ودعوة النور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتعود قصة بناء المسجد إلى العام السابع للهجرة وذلك عندما سار وفد بني عبد القيس من هجر الاسم القديم للأحسى إلى المدينة المنورة للقاء سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وإعلان دخولهم في الإسلام طائعين قير مكرهين ظهر الإسلام وظهر في مكة دعوة الإسلام اتجه بوفد من بني عبد القيس إلى المدينة المنورة وعرف الرسول بمجيء الوفد وأشار قالوا أن يأتيكم قوم من المشرق أجابوا دعوة الإسلام وظهر لهم الظاهر الأكيد عمر بن الخطاب واستقبلهم وأتوا إلى الرسول وجثوا عند ركبة الرسول مجيبين لدعوته قال أن فيكم أنكم تتميزون بالحلم والأناه وبعد عودة الوفد إلى الأحسى قام زعيمهم الأشج ببناء مسجد جواثة حيث أذن وصلى فيه وكان أول مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ذكر البخاري هذا الحديث وقال أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواثة في البحرين وهذا حديث صحيح رواه البخاري ويحرص البعض على زيارته للإطلاع على تاريخ وأثار المنطقة في تلك الحقبة التاريخية فيما يقصده آخر لأداء الصلاة فيه خصوصا بعد أن قامت وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بافتتاح المسجد بعد تهيئته وتعين إمام الله جنبات هذا المسجد كانت شاهدة على أول جمعة صليت في الإسلام بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صالح المري الأخبارية الأحسى